مروان، محمد، وأخرون، شباب من خريجية الجامعة، قرروا لوج عالم الفلاحة من خلال طرقهم لباب الاستثمار في زراعة وإنتاج مادة الموز بولاية جيجل ليس صدفة، إنما مواصلة لتجارب سابقة حققت نجاحاً كبيراً هذه التجربة توقفت في 2019، بدأنا بدأت من أجل الخضر، ومعنى تكشفنا البنان، بدلنا رأينا ودخلنا في هذه التجربة تزراعة الموز هذا الإنتاج كنا نسنى وتكون حاجة طيبة، ولكن ما توقعناش النجاح بالشكل هذا حيو خضاء، ونديوهن طيبة، ونبيعه، بين الطيابة وبين أننا نحيوهن نبيعه، ومشي مدة بزاف، وحد سمانة، سبع يام، تمني يام، يكون صالح الاستهلك هي مئات القنطير لفاكهة الموز الاستوائي، يتوقع أن توفره المساحات المزروعة لهذا الموسم كمنتوج محلي طبيعي وصحي قد لا يتعد سعره 240 دينار جزائري للكيلوغرام الواحد في السوق نشاهد لبلي رهم يديروا الماتيراسيون بطرق تكليدية، لأننا نحس في كل منتجين على الولاية باش يجتمعوا ويديروا كوبراتف تعاونية فلاحية، وين يديروا لفاز هذه بالتكنيات حديثة باش يكون يطيب بغرضه احتضان الأراضي الفلاحية بجيجا للمنتجات الاستوائية كفاكهة الموز الذي تحول إلى شعبة تستهوي الشباب من شأنه تحويل المنطقة إلى قطب لإنتاج هذا النوع من الفواكهة